موسيقى وصلت الى قاعدة الاسكندرية البحرية الفرقاطة القهار من طراز ميكو اي مئتين بعد اتمام اجراءات الاستلام بمدينة بريميرهافن الالمانية لتنضم الى الاسطور البحري المصري العريق حيث تم بناؤها بشركة تي كي ام اس بترسانة اس بي ان الالمانية وفقا لاحدث النظم العالمية في منظومات التسليح والكفاءة القتالية وتعد الفرقاطة القهار الثانية من اصل اربع فرقاطات طراز ميكو اي مئتين تم التعاقد عليها بين مصر والمانيا وتتمتع الفرقاطة القهار بالعديد من الخصائص التقنية ومنظومات التسليح الحديثة التي تمكنها من تنفيذ جميع المهام القتالية كما تعد اضافة تكنولوجية هائلة لامكانات القوات البحرية وتهدف الى تطوير القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر المحيطة لمنطقتنا حفاظا على مقدراتنا ولتحقيق السيطرات الكاملة على سواحلنا الممتدة بالبحرين الاحمر والمتوسط وشاركت عدد كبير من القطع البحرية في تنفيذ استعراض بحري امام ساحل مدينة الاسكندرية احتفالا باستقبال الفرقاطة القهار كتقليد بحري أصيل موسيقى والقى الفريق اشرف عطوى قائد القوات البحرية كلمة نقل خلالها تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة والفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي لطاقم الفرقاطة لما وصلوا اليه من مستوى متميز خلال فترة الاعداد اثبتوا وبحق ان مصر لديها من الكوادر من هم قادرين على استعاب التكنولوجيا الحديثة في تشغيل وصيانة الفرقاطة والعمل بكفاءة تامة على كافة انظمتها كما هنأهم على سلامة الوصول الى ارض الوطن واوصاهم باهمية الحفاظ على وحدتهم الجديدة والتدريب الجيد للوصول لاقصى درجات الاستعداد واشار قائد القوات البحرية الى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير وتحديث الاسطول البحري المصري بالاضافة لاحدث انظمة التدريب والمحاكاة لتدريب اجيال من الاطقم العاملة مستقبلا موضحا ان الفرقاطة الجديدة ستضاعف من قوة الردع للبحرية المصرية كقوة تحقق الامن البحري والاستقرار في المنطقة الشعب المصري كله بيحتفل باليوم العظيم دوادي لان احنا الجيش بتاعنا من اقوى الجيش والاعظم الجيش في العالم كله اللي بياده للفخر والعزة ممكن منظومة تسليحية للخاصة لقوات المسلحة بتاعتش هتقدم من فترة للتانية وكل فترة بنيسمع ان نضمان سلاح جديد لقوات المسلحة فحنا كشاب افرح ان بلد دي فيها تقدم ملحوظ وقوات المسلحة بتاعتها من القوات المسلحة بالاوائل على مستقر العالم طبعا الواحد فرحانه مبسوط جدا 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 بالاحتفالية دي خوات البحرية معروف تاريخها من ايام حرب 72 وانا مبسوط جدا بوصول القهار اللي وصولها لمصر اللي هي من احدث الوسائل الحربية اللي وصلت مصر بتحس ان انت يعني وراك قوة وراك يعني حاجة تمشي تنام بتسحط روح مش ورا عارف ناس حمياك نعرف ناس وقفة وراك يعني الواحد بيحاسس بعزة وفخر وطول عمر مصري كده وكان بحرية ولا بجيش بشورطة كلهم واحد عندنا في قلبنا من بوا قوة جديدة بتضفها لقوات المسلحة المصرية ولقوات العربية قوة الردع وقوة الحفاظ على الحالة الاقتصادية والموارد الاقتصادية وقوات البحرية المصرية هي القوة الرئيسية للقوات البحرية العرب وهي الركاز الرئيسي في البحر لينا ودائما بتشرفنا ودائما منضيف قطعة جديدة بشكر قوات البحرية كمواطن مصري وبشكر قوات المسلحة تحت رعاية سيادة الرئيس عفتاح الزيسي القائد الاعلى لقوات المسلحة حضر مراسم الاستقبال قائد المنطقة الشمالية العسكرية وعدد من طلبة الكلية البحرية وطلبة الجامعات والمدارس وعدد من أهالي محافظة الإسكندرية